النهاردة بقى يوم مميز لاني هشتري عربية جديدة طبعا لسنة 2022 خلاص سنة 2021 مع السلام وخلاص هي يعتمشي انا بقى هشتري عربية جديدة للسنة الجاية اللي هي سنة 2022 اتمنى بقى ان الولاد يرضوا يصحوا معاي وبالذات يوسف يوسف ده هو اللي بيتعبنا دلوقت بقى نهارت شوية لان الساعة كده كده لسه خمسة سبح هارت شوية وبعدين اصحيهم عشان يجوا يختاروا معاي العربية يلاوي ده الساعة دلوقت بقى السته ده كده بقى لازم نروح اصحي الولاد دلوقت حانه بسرعة يلا بسرعة بسرعة انا دلوقت عمشي يا ساجدة ساجدة أسحي يلا يا حبيبتي م فيش وقت انك تعاوض تعملي الحركات دي سحي يلا يلا بسرعة الوقت هيتأخر يلا بسرعة يا بابا يا لساعة كام؟ الساعة ستة طب يا بابا والنهاردة أجهزة أساسا لنت بتصحين بطري كده لانما بسد تجي الأجهزة يا بابا عارفة يا ساجدة انت بنسبالك كل الأيام أجهزة فعلا 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 يلا امي خلاص خلاص هقوم دلوقتي حال هتشوف هتشوف والله يا بابا هقوم دلوقتي حال يا ربي عليك يعني انت بحتاجة يعني زعي علشان تقومي؟ لا لا طبعا خلاص يا بابا نصحيت اهو يوسف اصحى يا يوسف يا يوسف انت يلا يلا اصحى يلا يوسف اصحى اصحى يوسف يوسف اه اه خلاص يا بابا نصحيت صحيت صحيت خلاص مش مش لازم تزعقلي خلاص في بقى ايه يا عمر خير ليه بمصحينا كلنا كده الساعة سبعة علشان احنا النهاردة نزلين وخرجين طب رايحين فين بس يا بابا وكمان الساعة سبعة كده؟ رايحين يا ولاد في مكان منروحوا كل سنة حاولوا كده تفتكروا بس بسرعة يلا حشان الوقت الساعة بقت سبعة الملاهي؟ لا 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 المستشفى علشان نزور المرضى وندي له مهداية ملاهي ايه مستشفى تقولها هنروحوا من الساعة سبعة ده مكان تاني اه طبعا المستشفى مهمة بس ده مكان تاني عرفت عرفت الحضانة علشان نشوفوا الاطفال مش هما بيروحوا الساعة سبعة؟ لا 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 خمنوا كده وانتو برضو يا اطفال روحوا وخمنوا كده في التعليقات واقولوا احنا رايحين فيه مش بس والتي هما بس اللي هيخمنوا انتو كمان هتخمنوا فكروا كده وخمنوا قولوا لنا في التعليقات وانا هشوف التعليقات وهقول يعني الفيديو الجاي لو لقيت ناس كتير كدبت المكان صح او لقيت حد كاتب المكان صح ايه هقولوا في الفيديو اللي جاي بس ما تغشوش ماشي يا ولاد يا بابا احنا اتعبنا احنا مش عارفين قول لنا بقى هو مكان بيع العربيات احنا رايحين نشتري عربية جديدة مش احنا كل سنة في شهر 11 بنروح نشتري عربية جديدة ماشي يا بابا يلا بقى عشان ما نتأخرش ايوة ايوة احنا هنأجر تاكس اساسا عشان انا بيعت عربيات ايه انت بعتها قيمة يا عمر وليه بعتها كمان عشان نشتري عربية جديدة طيب طيب يلا بقى عشان ننفل يلا يا بينا يلا واخيرا مبارح كان خلوجة واتخطفتي فيها واول مبارح كان بيضة ايه كان اسمع بيضة ايه مش فاكر بس انا ايه كانت بيضة والنهاردة هنشتري عربية جديدة يس يا سلام واخيرا ووهو هو ده ما كان بيها العربيات ايوة 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 هو ده تعالوا تفضلوا واشتروا العربيات كثيرة وجميلة واسعارهم كمان رخيصة طيب طيب احنا هنخش وانتفرق خلاص خلاص مش مشكلة يلا تفضلوا خش وانا مش اقول لكم لا وانمسوا وعملوا كل اللي انت عاوزين بس متكسروش حاجة اكيد اكيد يلا نخش نشوف يا سندس طيب يلا يا عمل هي ده العربية الاولى ياولاد اللي ارعيكو فيها بص يا بابا ايارانها احمر وجميل بس احنا برضا عايزنا عربية تانية واللقوا كمان اللي بعديها على طول لناها احمر لا احنا عايزنا عربية تانية الاحمر ده اصلا انا بكراريون الاحمر طيب ياولاد يا حبيب قلبي انت بصوا اختاروا معانا برضا عربية وهتكون حلوة ان شاء الله هاشوف التعليقات الزيادة هنشوف مين هنختار العربية يعني اكتر كومنتات مختارين عربية واحدة هشتري نفس العربية اللي الكومنتات الكتير دول اختاروها ماشي اكتبوا بقى تعليقات كتيرة وفيها اختيار كل العربيات كتير اوي يلا نكمل بقى الفيديو هيا دي ياولاد العربية اللي بعدها شوفوها كده قولي اللي رأيكم فيها ايدي يا بابا دي نفس العربية بس لانها اصفر بس مش حلوة هي حلوة بس يعني لا مش عقبانة شوفو عربية طيب ياولاد دي العربية اللي بعدها شوفوها قولوا لي اي رأيكم فيها جميلة اوي يا بابا بس هي يعني بتاعت بنات واحنا عايزين عربيتكم بنات وولاد او ولات بس لانها تكون بتاعت حضرتك يا بابا ايوة يا بابا سجدة معاها لازم العربية تكون حلوة وكده بولاد او بنات يعني الاتنين بس عشان هي هتكون بتاعت حضرتك يا بابا بابا نروح على البيدي بادي اللي بعدها او العربية اللي بعدها يا بابا دي فعلا بيدي بادي جميلة حلوة يا بابا بس دي قصارة اي اكشن والحاجات دي لا احنا عايزين عربيتكم عادية كده شوفلنا بقى عربية تانية العربية اللي بعدها شوفوها قولوا رأيكم واو يا بابا على فكرة دي اروح واحدة انا دي اكثر واحدة عجبتني وشدتني بس برضو فيها عربية في بالي وانا مصممة عليها طيب ما من الاول تقوليها بدل ما انا دهر القصر وعمل اجيب في عربيات انا دهر القصر وريني العربية اللي انت عاوزاها هيا دي هيا دي هيا دي معاها يا بابا هيا دي هيا دي هيا دي اي ده لا 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 دي ما تنفعش دي العربية اللي بيجيبوا فيها العربيات الصغيرة لا يا باب هيا دي 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 انزلي انزلي انت بقوا الولي هتجد زعق لنا وتقولينا انت طلعين العربية هتكسروها ايه ده ايه ده يا اطفال لو سمحتوا منزلوا كده العربية هتكسر احنا عايزين العربية دي احنا عايزانا مش ننزل غير لما انا خادها العربية ذي اللي بتحمل الحاجات الصغيرين كده عيب يا حبيبي يلا انزلوا ماينفعش ذي يلا يعيسوا في انتخساك ده انزلوا ماينفعش كده كده مشكلة كبيرة احنا كده ممكن نكون موجودين يعني مضطرين لدفع حاجات كتيرة ماشي يلا اخر مرة عارفين لو عملتوا كده ثاني هتتضربوا وهتتحربوا كبان من المصروف وهتفضلوا برضا في قواتكم خلاص يا ماما خلاص مش نعمل كده احنا خلاص اخترنا العربية روحوا يلا واريها لنا هي دي لا 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 هي دي العربية اللي احنا اخترناها ماشي جميلة ارأيك فيها يا صندس ماشي حلوة يا عمر خلاص بقى احنا دلوقتي بقى نشتريها لا ما لسه صحابنا اللي على القناة ما قالوش هي دي العربية اللي هم عايزينها ولا لا ماشي لما هم يقولوا ان نجيب ونعمل كل حاجات بس كده يا صحابي حطوا كده مبلغ على العربية كل واحدة يختار عربية يحط عليها مبلغ انا بقى هقولك اسمها العربيات عشان لما تيجوا تختاروا الحمرة دي اسمها العربية الحمرة ودي العربية الصفرة ودي عربية باربي ودي البجي باقي ودي العربية الكور او العربية الخضرة كل واحد يختار عربية يحط عليها سعر مناسب وانا اقول صحة ولا خلط ماشي